مرحبا صباح الخير لكم جميعا من خلال يعني فيديوهاتي الطويلة على اليوتيوب عن الجنسية الألمانية فلاحظت بأنه في مجموعة من الناس تعتقد بأنه ألمانيا عبتخطط لحرب طويلة محتملة يعني في المستقبل ورح يكون فيه صدام عسكري ضخم وحرب كبيرة فبالتالي ألمانيا عبتسهل منحة جنسية لحتى تبعت المهاجرين واللاجئين على الصف الأول لحتى يموتوا بهي الحرب في بعض الناس عن جد بتفكر بهذه الطريقة وعن جد مصدق هذا الكلام وعن جد بتآمن بهذا الكلام فكلامي موجه لهذه الفئة يلي تعتقد خطأ طبعا من وجهة نظري بأنه ألمانيا عبتتأمر عليه وعبتحيك ضد المؤامرات فعلا في بعض المهاجرين واللاجئين بيكتبوا هذا الكلام عندي بالتعليقات وخاصة في فيديوهات الجنسية على فيديوهات الجنسية بشكل متكرر طبعا أنا هون يعني ما عبستهزئ ولكن هي حالة موجودة رح وضحها يعني ورح أطيكم حل سهل وبسيط يعني لهذا الموضوع بالنسبة لكل شخص يعتقد بأنه ألمانيا عبتتأمر عليه ويعني عبتسهل منحة جنسية بدا تعطيت جنسية الألمانية بسهولة لحتى تبعته يموت في الحرب فبكل سهولة فينه هو يحبط هاي المؤامرة فينه يفشل هاي المؤامرة من خلال عدم التقديم على الجنسية الألمانية يعني بكل بساطة لا تقدم على الجنسية الألمانية في حال كنت بتعتقد بأنه ألمانيا عبتحيك المؤامرات ضدك وبدأتبعتك لتموت في الحرب فهذا هو الحل بكل بساطة يعني قدم على الإقامة الدائمة فقط فتصريح الإقامة الدائمة بيعطيك حق البقاء الدائم بألمانيا بدون ما تروح على الجنسية بدون ما تدخل بالتزامات المواطن الألماني مثل الخدمة العسكرية يلي هي حتى غير مفروضة على المواطن الألماني ولا رح يفرضوها على المواطن الألماني يعني رح يبقى الموضوع اختياري لأبعد درجة ولكن بالنسبة للناس اللي تعتقد بأنه في مؤامرة من وراء تسهيل شروط الحصول على الجنسية لحتى ياخدوها على الجيش لحتى ياخدوها على الحرب فبكل بساطة فيك تحبط هذا المخطط تفشل هذا المخطط بأنك ما تقدم على الجنسية فالجنسية الألمانية ما يمفروضة فرض على حدا يعني في بعض الناس تعتقد خطأا بأن الجنسية مفروضة عليهم ولكن هذا الكلام غير صحيح لأن الجنسية بتقدم عليها أنت بطلب شخصي منك بإبداء رغبة فبالتالي بهذه الحالة فقط بتحصل على الجنسية لما أنت بيكون في عندك رغبة ولما أنت بتقدم عليها يعني هنما بيفرضوها عليك فرض بالنسبة لتسهيل شروط الحصول على الجنسية فبالمقام الأول من أجل جذب العمال الماهرة التخصصية مثل ما بتعرفوا ألمانيا من أكبر الاقتصادات في العالم نحن ثالث أقوى اقتصاد على مستوى العالم فبالتالي نحن بحاجة ليد عاملة ماهرة في ظل نقص العمال الماهرة بألمانيا فلهيك سهلوا شروط الحصول على الجنسية لحتى المواطن الأجنبي التايلاندي الهندي يجي يشتغل عنها ويحصل على الجنسية يصير مواطن ألماني بعد فترة زمنية قصيرة يعني يصير مواطن بهي البلد فبالتالي هنن عب يغروع بقدموا له مغريات لحتى يجي يشتغل عنها بألمانيا فهي المغريات ليست مقدمة فقط للاجين والمهاجرين الموجودين بداخل ألمانيا يعني كما يعتقد البعض يعني تسهيل الجنسية ما حصل بس مشان اللاجين والمهاجرين الموجودين عنا بألمانيا وإنما لاستقطاب العمال الماهرة التخصصية فأتمنى أن الصورة صارت واضحة وبالنسبة للناس اللي ما بدأت تصدق هذا الكلام فما في مشكلة يعني أنا بحترم كل الآراء ولكن أعطيتكم الحل فلا تعدموا على الجنسية فبالتالي ما بتدخله بالتزامات المواطن الألماني يلي هي ممكن تكون الذهاب للخدمة العسكرية ولكن أيضا بشكل طوعي يعني رح يكون في المستقبل فقط في استبيان بيعبو الشباب الصغار يلي بيبلغوا سن الثامنة عشر وبالنهاية بينتقل بعض منهم يعني ما بياخدوهم كلهم كمان على العسكرية دايما الإنسان لما ما بيصدق الواقع يعني لما بتحصل حواليه أحداث معينة وما بيلاقي إلى تفسير منطقي فبيتجه لنظريات المؤامرة وبيبلش بيحطوا افتراضات واحتمالات قد لا تكون صحيحة فدايما الإنسان لما بيعجز عن تفسير الواقع وفقا لمفهومه الشخصي فبيروح بهذا الاتجاه بعطيكم مثال على هذا الموضوع فيه إنسان خير بيساعد الناس بدون مقابل بيساعد شخصين ففيه شخص يعني بيساعده دايما بيكتب له رسائل تبعيته لما بتجي رسائل بالألماني ما بيفهم عليها فبيساعده بالترجمة بيساعده بكتابة الرسائل وحتى بيساعده يعني بيميت شغلة تانية في الحياة وكمان بيفعل نفس الأمر مع الشخص الثاني ولكن هدول الشخصين كل واحد فيهم في عنده نظرة مختلفين للحياة فالشخص الأول شو بيحكي وبيقول بأنه أكيد عب يساعدني لأنه فيه له مصلحة عندي فهذا الشخص الأول ما قدر يفسر ليش هذا الشخص عب يساعده فبالتالي بيطلق عليه نظرية المؤامرة كمان وبيقول بأنه هذا الشخص أكيد عب يساعدني لغاية في نفسي يعقوب يعني أكيد فيه له مصلحة عندي يعني ما عب يساعدني لوجه الله فبالتالي بيدخل بافتراضات واحتمالات غير موجودة لأنه معه بيقدر يفسر ليش هذا الشخص عم بيساعده بدون مقابل وبالنسبة للشخص الثاني فبيفسر الموضوع بطريقة مختلفة فبيقول بأنه فعلا فيه بالحياة أشخاص جيدين فهذا الشخص يعني بعلم الفلسفة منسميه متعاون غير شرطي يعني هذا الشخص بيساعد بدون مقابل وعلى فكرة هدول هن الأشخاص الجيدين اللي قائم عليهم أي مجتمع صالح فدايما بالمجتمع فيه عنا متعاون غير شرطي متعاون شرطي وغير متعاون يعني فيه عنا هل ثلاثة أنواع ولكن المتعاون غير الشرطي هو أفضل فبالتالي هذا الشخص يعني عم بيساعد الناس بدون مقابل ففيه بعض الناس بتفهم هاي المساعدة وبتقدرها وفيه ناس تانية ما بتفهم هذا الكلام فبتعتقد بأنه هذا الشخص عم بيساعده لغاية ومصلحة معينة فبالتالي كل إنسان في الحياة بينظر للأمور نظرة مختلفة وفقا لمنظوره ومفهومه الشخصي ننتقل خبرنا التاني بفيديو اليوم فيه عنا ظاهرة جديدة بألمانيا عبيشتكوا مننا الأطباء في العيادات والمستشفيات وهي المرضى العنيفين فيه بعض المرضى عندهم سلوك عدواني فعبيتهجموا على الطبيب وعلى مساعدات ومساعدات الطبيب على وجه الخصوص وهذا شيء عبيحصل في العيادات وفي المستشفيات أيضا في قسم الإسعاف ففيه بعض الأطباء عبيتحدثوا عن سلوك عدواني للمرضى ففيه طبيب كان عبيتحدث بحسب ما نشر الأعلام الرسمي بأنه فيه مريض عنده كسر الباب عنده بالعيادة يعني رفس الباب برجله وكسر الباب فبالتالي فيه حالات عنف من قبل المرضى لهيك الأطباء بألمانيا عبيطالبوا بتجديد القوانين ففيه حتى بعض المرضى يلي عبيتهجموا على مساعدات الطبيب يعني بالضرب فبالتالي الوضع يعني متوتر جدا في العيادات بألمانيا وحالات العنف عبتزداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعبيقولوا كمان بأنه شخص مصاب بنزلت برد فعبي يجي على عيادة ومعه 6-7 مرافقين فعبي تسبب هذا الشيء بضوضاء في العيادة يعني عبي يزعجوا المرضى الآخرين وحتى كمان عبي يهددوا الطبيب للحصول على علاج فوري مع العلم بأنه نزلت البرد بحاجة لعدة أيام لحتى الشخص يتعافى منها فبالتالي هذا هو الوضع حاليا في العيادات بألمانيا فالأطباء عبي يشتكوا وعبي طالبوا بتشديد العقوبات لحتى هدول الناس ما يتمادوا على الطبيب وعلى مساعدي الطبيب ننتقل خبرنا الثالث بفيديو اليوم من يوم الثانيين الماضي بلشت محاكمة أربعة أشخاص بألمانيا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة فيه بيناتهم مراهقين سوريين والشخص الثالث هو ألماني يوناني والرابع ألماني تركي فبتم حاليا محاكمتهم أمام محكمة المقاطعة مقاطعة نوت غاين فيستفالن في مدينة أسن بتهمد قتل مواطنين أوكرانيين لعبي كرة سلة محترفين بشهر فيبغو الماضي شباط من هذا العام 2024 فهدول المراهقين الأربعة طعنوا مواطنين أوكرانيين يبلغان من العمر 16 عاما و17 عاما فطعنوا أمام محطة القطار في مدينة أوبا هاوزن في مقاطعة نوت غاين فيستفالن ففيه شاب أوكراني توفي فورا في الموقع متأثرا بجراحه والشاب الثاني تم نقله للمستشفى كمان توفي متأثرا بجراحه ولكن بعد مرور 10 أيام وبحسب لائحة الاتهام فالمراهقين الأربعة خططوا لعملية القتل بسبب أصولهم يعني بسبب أصولهم الأوكرانية فبالتالي أتلون بسبب أصولهم يبدو أنهن الموالين لروسيا بيحبوا روسيا يعني ما تم توضيح هذا الأمر بالضبط ولكن تمت عملية القتل بسبب أصولهم وكان هذا الشيء مخطط لألوف هاجموا عليهم بالعصي والسكاكين أمام محطة القطار وضربوهم وطعنوهم وهدول المراهقين الأربعة طلعوا معروفين لدى الشرطة بجرائم سابقة تتعلق بالتهديد والأذى الجسدي الخطير ولكن ما تم اعتقالهم ما تم احتجازهم لبعد ما قاموا بطعن المواطنين الأوكرانيين محاكمتهم بلشت يوم التنين الفائت مثلو أمام المحكمة في مدينة إسن ننتهي لخبرنا الأخير بفيديو اليوم بحسب ما نشرت صحيفة شبيجل فشهادة القيادة بألمانيا أصبحت أغلى في السنوات الأخيرة تكلفة رخصة القيادة بألمانيا حاليا فوق 3000 يورو بالمتوسط يعني هذا المتوسط ممكن تكلف أكتر كمان ممكن تصل ل 4000 و 5000 يورو بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهي المعلومات بنهاية الفيديو وكالعادة حابب ذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة مع الأسف نسبة كبيرة من المتابعين لا زالوا بيحضروا الفيديوهات اليومية ولكن ما بيشتركوا بالقناة فبتمنى منكم زيارة صفحتي الرسمية واتضغط على زر اشتراك سبسكرايب أبونيا فهذا شي بيدعمني وبيشجعني على الاستمرار وفي حال عجبكم الفيديو فاضغطوا على زر لايك واكتبوا تعليق أسفل الفيديو وشاركوا رابط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم الهام بوزان تابعوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء